حديث طويل جدا دائم ودائر حول واتس اوب خصوصا انه وكأن القرار التي اتخذها واتس اوب او الرسالة اللي بعتها الى المستخدميه كأنها فتحت جرحا او كأنها يعني عادت اكتشاف لانه ايه ده الخصوصية راحت فين ويهي القصة خصوصا انه يعني يبدو انه موضوع الخصوصية منتكع من زمان الناس منزعجة ليه دلوقتي ده صحيح ده انا عايز اقول لحقاك انه من التسعينات من التسعينات يقال ان الخصوصية ماتت كمان من التسعينات اصلا مش حقاك مش حقاك جديدة يعني بطب خليني ارجع بس حتة صغيرة كده عشان بس سادة المشاهدين يبواخدين بالهم برضو انه ما فيش خصوصية بالمعنى الحقيقة على الانترنت قولا وحيدا الانترنت خرج من ابحاث الوزارة الدفاع الامريكية كمشروع بحسي والانترنت اي جهاز بيدخل على الانترنت هو بيكلم كل الاجهزة اللي على الانترنت عشان اقول له ما انا هو انا موجود فاذا ما فيش حاجة اسمها انا ادخل على الانترنت ابقى مجهول بنسبة 100% فش الكلام ده فكلنا حاجة دخلت على الانترنت فانت موافق ان انت تبقى متتبع على الانترنت مش هكلم او باخر بس في عالم مظلم جوه الانترنت فيه مش تخدمه الهبينة وطجار مقدارات وطجار بشار ازاي وسط الانكشاف الكبير ده موضوع تاني ويبقى فيه الضلمة دي ولا الضلمة دي برضو تحت السيطرة يعني مش تحت السيطرة بنسبة 2% بس هي اللير تانية او طبقة تانية موجودة الطبقة دي خرجت برضو من رحم ومزارة الفعلة الامريكية على الفكرة برضو اه لا لها قصة تانية يعني ممكن نحكيها في وقت اخر فكرة انه فيه طبقة كبيرة كده الناس عايش فيها ازيط طبقة سهل تتبعها اللي هي ده الطبقة الاصلية اللي خرجت منها الانترنت اللي هو فكرة انه اي حد بيدخل على الانترنت بأي جهاز بيتصل بياخد رقم كده الرقم ده حضرتك بفضل معاك طول ما انت ماشي على الانترنت هذا الرقم اللي هو الـ IP address الرقم الجهاز بتاع حضرتك دي كانت بالبداية ما فيش جهاز يدخل على الانترنت بغير ما يكلم الباقيين يقولهم انا موجود فإذا دخولك على الانترنت معناه ان انت موجود طيب انا موجود انا خرجت من الخيمة اللي كنت عايت فيها دخلت في الغابة طيب خلاص لازم تصطدم بقى بحاجات كتير جدا يعني